دا ستور دا ستور ياهل الدار صباح الفل يا ستناوال يا رب تكون ارتحتي وعرفت تقادي في فرشتني المتوضعة زي الفل تتعون نعمة من عند ربنا دا أنا للاك كان زماني مرمية في الشارع كلاب السكك بتنهش في لحم يا ستناوال انت مش عارف قيمة نفسك انت ست محترمة ايه وان؟ بس الدنيا هي اللي ملعبك معاك بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤخذة حمامة في فيلم اريده حلا وانا ميردنيش البهدلة اللي انت فيها دي روح يا شيخ ربنا يكرمك ويفتحها في وشك بصي بقى يا ستناوال ربنا واحد هو اللي يعلم انت زي اختيك وانت ما شاء الله جمال وجسم وراسم وعود ربنا يحميك من الميكانيكي وعيون الناس بصاصة وانا ميردنيش عاي الخبئ كده ولا خروق كده يلسن عليكي يقولوا سابب بالجزهة وقعدة في بيت شاب بقى عزب مفتول العدلات ولا مؤخذة مسجل خطر وسمعته زي النيلة طب والعمل ايه؟ لأ 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 العينين الحلوة دي ما تعيطش انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حارين ما بيعديش من جنبه دا كرباطة حتى هتعيش هناك معززة مكرمة وانا هكفل بكي من كفة شيء عشان تبقي بقيد عن ايد الرجالة ولسنة الخلق وانا اللي قاعدة عمالة اقول تعون دا صايع اللي مؤخذة يعني اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي وعمالة اسأل حيحاول امتى يجيب رجليكي اتاريك ارجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة طب ايه رأيك بقى ان انا خلصت شغل وروحت مغير جاري وجاري عشان اجيبلك فطار عارف انك على لحم بطنك من مبارح يلا بسم الله شوية كباب وكفتة بس يستهلوا فمك كمان كباب وكفتة دا لسه البلد فيها رجالة ما شبكش مني لا ربت الغني لا ايه دا حبيبي صح النوم دا انا قلت اعمل لي لوم على السريع كده مردش ازعيك عشان تميني فطار اعادي 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 فطاري انا مش عاوز افطار بص بقى يا مروام انا عاوز فلوس الي عندك انت ممكن تفاهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه وانا سايبني كده عاملة زي الشحات بس ما تقولي ازاي يا حبيبتي انت تؤمري وانا علاية التنفيذ وبعدين فيش عار في العالم دلات بقولك انسى الكاش لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معي على اني فيزا اطلبي وانا جيبلك لا يا سيدي شكرا انا بقى فقرية عاوز امسك الفلوس كده ورق وحسها واصرفها ماشي يا فقرية ماشي في عشر تلاف دولار جوا في الدولاب خش اخديها عشر تلاف دولار بس ده غير صهرة في مكان انا وانت اللي لدي تحفة طيب يبقى انت هتيجي معي الاول للمحل عشان انا شفت فصان هناك عجبني وحاوز اخد رأيك فيه يا حبيبتي انت من احلى عشر ازواق في حياتي شفتوهم انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني لان الفكرة عندي في الحشو في الحشو الله او مالحق اخد الفلوس احسن تغاير رأيك او تدخلني في عملية من بتوعك وتخسر هملي او مالحق دلوقتي الراجل معاه العلوان التفصيلي اللي ماروان ونجوان قاعدين فيه ايه شربابة وزازة لقى دي قنينة انينة مش ضروري يا بابي كل مرة تفكرني ان ماروان ونجوان دلوقتي مع بعض انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي بس عادي هي الزبالة ما بترميش غير مع الزبالة اللي زيها يا سلام وكان حد قالك تختاريه خلونا كل احنا فيه المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى هو حريدك فعلا ناوي تدفعلهم خمسة مليون جنيت خمسة مليون ايه خمسة مليون عفريت ينططوه يا عمي عفريت حبيبتي لا يا روحة مليون مش عفريت ولا حاج ده دي حاجة بتيجي بسرك ايه الاسلوب والطريقة اللي انت بتكلمي بيها دي من عشر القوم لا طبعا مش هدفعله خمسة مليون من اينا انا حقيقتي خمسة مليون هم خمسين الف في ميت ألف أعكم هم له في ايده ويتفلق بيهم هو المهم يا بابي هتعملوا ايه بالعنوان هتروحوا يعني تضربوه تتخنقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه مش مهم العنوان المهم ان انا اخده من الزفت ابو نجوان ونديل نادر ونشوف نادر حيتصرف ازاي نادر برضو يا عمي نادر تاني قلتلك ميت مرة نادر ده انا اللي مربيه وانا واثق ان النادر هيعمل اللي في صالح نحنا له السلام عليكم بسلام عليكم أحمد الله يصوف الله أعظ joking انا عاوز أقول حاجة تفضل يا فاة الله ايه حكاية اسم من أجوان اللي ما انتشر علي فجأة ده كان فيه أوليه غالبانا بتشتغل في المشتشفى اللي كان فيها هيحة خطيبة عاصدي براهيه كان بتلمز بلاء وتمسح وكان برضك اسمها لأمه الأجوان انتي مش مبارح ترطيني من قطتك بتحشولي نفسك ليه في اللي ملكيش فيه مش كل واحدة اسمها أم نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انتي تعرفيها ايه ده انت عابدتها بيته ولا ايه وقميني يعني حزينة ومنكسة ومفكراني بلعت لساني ما تقول لاعي حق أعلاني بركز معانك في اللي انا فيه ده استنوا يا جماعة أم نجوان برضو شغالة في مستشفى انا روحت له كوريا كوريا غريباً الأنيسة كوريا تعرف هنيها تفتح طب استبر عايزة أطلع الشياء أجيبك الشياء وخلص عليها بقى أنا براهيم كبداك اللي بيتحزله بطن البقرة تمن يتعامل فيها كده وفي مكان أكل عيش يا طعون ايه ده بس يا هيمة دي مهما كان حرمة برضو ومهما كان كان بينك وبينها اتكى على الراحة وبالعقل يا كبداك كله بالمخة بتاع الكبدة انا عايزك بقى تهدع عشان عايزة اسألك على حوار حوار ايه البت نوال ملا تلزمك خصاك لا تلزمني ولا خصاني بس ليه اطلع منها مصلحة حلوة يا عم مصلحة ايه ده بيت ناشفة لو عصرتها مش هتنزل حتى طراف عيب عليك يا كبداكي هاعصرها وأسنفرها وأخليها دريمبرغ سمع عليكم تعال يا سوك مش فاضي خد ياه لسه يقفش ولا ايه وربنا اللي كنت عميان مبرح وشارب الصبح ومش شايف قدامي بيت كوري جاتلي الكباري واسخت معاي كبداكي الفيلم ده مش هاكل معاي انا عندي شغل ما خلاص ياد بقى ما تقفش فيه ايه؟ ما خلاص ياد قالك ما تقفش انت هتعمل فيها مونة الشازلي اقعد يا عم لا مونة الشازلي ولا مونة الحسيني من الاخرى كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني حوار ايه؟ كده برضا كبداكي بقى تروح الكباري يا راجل في رقاصات وتسيب اخوك طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه عليا النعمة يا ياضي يا سوكا التموخك على قد ياضي الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطلبين كبار ليهم اسم وصيد انت لسه كتكوت يا سوكا ولا عشان جبتك تغني بفرح اختي واهدان هتبتكن نفسك عدوية ايه؟ ده انت كنت بتغني على حسك بداكي معلش يا متعون معزور انت قد يا سوكا لسه في مرحلة طهور سبوع بس تغني في كباريه دي كبيرة عليك عليا النعمة يا ياضي يا سوكا أول ما تعدي مرحلة الطهور دي لازفت من هنا لحد الكباريه بس انت تعديها فلو سلة الدهانه ده اللي زي ده يخش على ثلاث عيل جدعان كده هو يقلعه مالت ويطلعه الورقة من تحت جلده قدام بتقوله انه مخبيه في هدوم يا دي الكسوف يا أولاد مين ده اللي هيقلعه مالت عشان ألحق أغطي وشي؟ يوه يا خالتي إله همجية دي اه لا 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 بليس بلاش نلجأ للعنف لأن انا ساعة العنف بقى مع النوف قوي عنف يا بلحج ده واحد نصابه عايز ينصب عليكو نصبة إيه لأتقول لي عنف ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفعله إزاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه مراته إيه يا راجي؟ مراته تعبان عمرو حالتها منيلة بستين نيل اه طب أنا جات لفكرة طب قولي قولي بسرعة إيه يا الفكرة مش كوريا بتقول إنها تعرف أم ناجوان اه وبابي بيقول إنها عيانة نخلي كوريا تروح لها صح وتخلي أم ناجوان تجيبها منه لا نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه اه أنا؟ ده إزاي ما إن شاء الله؟ أنا اللي هضربه ولا أنا اللي هلاع؟ بطلي سخافة بقى واسمعين إنتي هتروح لهم وهتخدي لهم معاك عصير أم ناجوان تعبانة هتدخلي إنتي لمطبخة وهتصب العصير وهتحط فيه مناوم لأم ناجوان هيشربه هينام هتاختي الورقة وتجيبها عليها برابا